ننتقل الآن لمجاز التاسعة مع دينا شرف ونرجع لحضرتك على طول التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية جاء ذلك خلال استقباله وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربية وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أكد أن إن عقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي إنما يجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عطق البرلمانيين العرب وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس السيسي حيث أعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربي واعتزازهم بمساهمتها الرائدة في توطيد العلاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية والحفاظ على أمنها القومية أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتانته وقوات العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية وخلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شط الأصعيدة بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين ومن ناحية أخرى استقبل الرئيس سيسي كارلس أوريول رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجل قطارات فضلا عن التباحث حول الأفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية وخلال اللقاء أكد الرئيس سيسي التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وأكد تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص معربا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر عقد وزير الخارجية سامح شكر الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 عقد جلسة مباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري وذلك بمقر وزارة الخارجية هذا وقد عقد شكري والمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ مؤتمرا صحفيا عقب المباحثات حيث أكد شكري أنه تم تحديد أولويات مصر لصدافة مؤتمر كوب 27 المقرر إنعقاده لنهية العام الجاري بالإضافة إلى تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة لتغير المناخ ومن جانبه أكد كيري أن مصر تلعب دورا جوهريا في مجال تغير المناخ وأنه يضع ثقته في قيادة مصر لمؤتمر كوب 27 حول تغير المناخ أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 221 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفى إجمالي متعفين من الفيروس إلى 400.882 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2009 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 58 حالة جديدة استعدت الشرطة الكندية السيطرة بالشكل شبه كامل على وسط مدينة أتاوى بعد شاله لمدة 24 يوما بسبب احتجاج سائق الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كورونا وأوضحت الشرطة الكندية أنها ألقت القبض على 190 متظاهرا وأزحت نحو 80 عربة للمتظاهرين وخيم مئات من سائقي الشاحنات خارج مقر البرلمان منذ نهاية يناير احتجاجا على إلزامهم بالتطعيم ضد كورونا لعبور الحدود الكندية الأمريكية طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يأخذ حلف شمال الأطلانتي الناتو والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية على محمل الجدة واعتبر بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرو أن الاستفزازات الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا مشيرا إلى عزمه على تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاع وأكد الرئيس الروسي أن تسليم الدول الغربية أسلحة حديثة وذخائر للقوات الأوكرانية يدفع كييف نحو حل عسكري في نزاعها مع الانفصاليين وفي الوقت نفسه أعلن إليزي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن وافق على مبدأ أن يلتقي في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إمانويل ماكرو سيتم لاحقا توسيعها لتشمل جميع الأطراف المعنيين وستبحث في مسائل الأمن والاستقرار الإسراتيجي في أوروبا قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أن روسيا ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد كان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد وأوضحت وزارة الدفاع أن قرار التمديد اتخذ بسبب نشاط العسكري قرب حدود البلدين والوضع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا يأتي هذا في الوقت الذي تواصلت حوادث القصف المتفرقة عبر الخط الفاصل بين قوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين في تلك المنطقة بشكل حاد ختم موجز التاسعة سوف نعود لمرة أخرى إلى زملائي جمانة ومحمد لاستكمال باقي فقرات سبع آخر يومس شكرا لك يا دين ترجمة نانسي قنقر